أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حوكمة جميع إجراءات مصابقة 30 ألف معلم تضمن اختيار الأكفأ الذي يتمتع بالمهارات التربوية والعلمية جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لتقرير بشأن المصابقة حيث اطمأن على سير مراحل المصابقة بحوكمة تضمن تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص شدد مدبولي على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجمعي من المعلمين